مشاورات صعبة ومعقدة لكنها في الطريق إلى الحل هكذا يصف ممثل الحكومة في لجنة الأسرى والمعتقلين سير مفاوضات عمان برعاية الأمم المتحدة مفاوضات لم تحسن بعد وسط جهود دولية مكثفة لتدليل نقاط الخلاف على الطاولة والتي يفترض أن تحسم أسماء القوائم المعلنة بموجب الاتفاق الأخير وعددها أكثر من 1400 شخص من الطرفين تقول مصادر مطلعة على سير المشاورات إن وفد الحوثيين يستخدم أسلوب المراوغة وتصلب كعادته خلال الحوار بهدف التلاعب بالقوائم وتحقيق مكتسبات على حساب الطرف الآخر وهي أساليب لطالما انتهجها الحوثيون في كل جولة حوار مع الشرعية لكنها تنتهي بالفشل أما الشرعية وهي تحاور بيد مخطولة شلها التحالف فتضع كل ثقلها في هذا الملف أملا في حسمه وبعث بعض الأمل للأمهات المكلومات لكنها أي الشرعية بالرغم من كل ذلك لا تتوقع التوصل إلى اتفاق شامل ينص على عملية تبادل وفق مبدأ الكل بالكل فهي تتهم ميليشي الحوثي بالسعي لتجزئة الملف وتحويله إلى ملف للمساومة السياسية هذه الاتهامات سبقتها اتهامات وجهها مصدر حكومي للمسؤولين الأمميين القائمين على سير المشاورات متهما إياهم بإدارة المفاوضات بطريقة سيئة في إشارة منه إلى انحيازهم لإطروحات الحوثيين منذ نجاح الجهود المحلية في إنجاز أكثر من عملية تبادل أسرى بين الشرعية والميليشيا تضاعفت الجهود الدولية للوصول إلى صيغة اتفاق بين الطرفين علّه يقلل من النقد الذي يطال فشلها في إيجاد حل ليس للأزمة اليمنية فقط بل إيجاد مخرج لملف وحيد ومهم من ملفات الأزمة وهو ملف الأسرى